دخل اليوم إلى مناطق شمال غرب سوريا وفد أممي يضم كل من السيد ديفيد كاردين نائب منصق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية والدكتورة روزا كريستاني رئيسة منظمة الصحة العالمية قائدة الطوارئ الصحية ولورينا نيتو منصقة مجموعة الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدأت هذه الزيارة في مدينة عزاز حيث جاء الوفد لزيارة مركز خطوة أمل الخاص بعلاج الفيزيائي وتقديم الدعم والتأهيل الفيزيائي وسوف تستمر هذه الزيارة خلال اليوم لزيارة مجموعة من المراكز التي تدعمها الأمم المتحدة سوف ينتقل الوفد بعد قليل لزيارة مركز مكاني مركز هو تابع لمنظمة الشفق بالإضافة إلى زيارة لمدينة جينديرس والمركز الثقافي فيها وسوق مدينة جينديرس للإطلاع على الأوضاع في المدينة تأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور عام على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غرب سوريا العام الفائت وهي إطلاع على المشاريع التي تقدم لها المنح من المتحدة تفزيون سوريا ومدينة عزاز كان معكم هادي طاطين